السلام عليكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب ومرحبا بكم في فيديو جديدة ووصفة جديدة اليوم راح نقدم لكم بريوش يجيب بزاف بزاف أهشيش خفيف ومقطن وإذا حبيتوا تعرفوا طريقة تحذير هذا البريوش مع عليكم غير تبقوا معايا وبالنسبة لمقادر هاد الوصفة نحتاجوا هنا مقادر سائلة نخيروا كاس اللي نخدموا به نكيلوا بهم قاع المقادر سائلة هنا عندي كاس حليب كاس ما نصف كاس زيت حبابات مغير فماكلة خمية الخبز ثلاث ملاعقة سكر كيس فانيليا وكيس خمية الحلويات وهنا حبيبات الشوكولات تكون اختيارية كما تحبونتوما وبالنسبة للفارينا دارت خمسمائة غرام وكي نخدموا بيان الخالي تنشوفوا لي خصناء وللا هنا باش نبدأوا نخلطوا المقادر نبدأوا بالسكر وسكر فانيليا نخلطوهم مع حبابات نخدموا برق بالفو اليوم حتى يتخلطوا ملاح المقادر باش نشوفوا ولا نسحقوا نديروا يدينا وللا وبيانسوك نديروا هاد الحفايس الحلوين ما تنسوش ديروا قرصة ملح انا دارتها من بعد بسكن سيتها مع اللول ما وريتها لكمش في المقادر هنا كما اشتو خلطنا ملاح السكر مع البيض حتى يذب هادك السكر نحسو ذا بشوية نزيدو الزيت شوية بشوية ونكملو قاعد مقادر سائلة مع بعض ملاحظة صغيرة هنا الماء ولا الحليب خير انتوما واحد فيهم لازم يكون دافي باش يدفع الخاميرات انا بالنسبة لي دارت المل دافي والحليب دارته نرمال ماشي دافي غير نحيته في الفخي جدا ودارته ولازم يكون واحد فيهم دافي باش نظمنه تفاعل خاميره وكما اشتو هنا اقدرت خمسمائة غرام الفارينة تعيب صح العجينة كانت بثاف طرية مازالها مخصوصة فارينة دكوزت لها حوالي ميات غرام فارينة هكذاك احتولت في هاد القواند تقعد ديما متلاسقاء وطرية بزاف باش البريوش تحكم ميجيكم خفيف وهشيش ومقطن من الداخل ميجيش معجن وثقيل تكون نخليوها هكذا متلاسقاء نغطيها ونخليها تتفاعل حوالي 30 حتى 45 دقيقة على حسب الحرارة على المطبخ تحكم هذه العجينة لازم تتضعف ويتخلى الهواب باش تولي طرية وخفيفة هنا وليت عندها أبخي 45 دقيقة بعد ما تضعف الحجم التاحها شوفوا كيف شورت لها يبارك ساعتشون العجينة تكون بزاف بزاف طرية ومتلاسقاء بزاف تعذبكم ولا ما ديروش شوية فارينة في يديكم ديرو سوا فارينة سوا شوية زيت وباش تقدروا تخدموها فاسيلا أنا هنا درت شوية فارينة من بعد خفيفة تيبسلي ولا تقدر تغير شوية زيت مع الاخر في هذه المرحلة نحيها من القصعة التاعي نحطها في البلونت خذاش باش نزيدوا حبيبات الشوكولة لخليطهم تكوتير لهيكا وباش العجينة تاعكم ما تيبس شمخوا برك شوية يديكم بشوية زيت باش ما تلسق شوية يديكم متخدمو براحتكم وهنا وليت باش نقسم العجينة التاعي قسمتها سيت نديرها كريات متساوية هنا خرجت ليش كوى 16 ولا 17 نحبها هكا يبانو شوية صغار بشوية يخمرو ويطيبو وليو ما شاء الله كبر كمام دوك تشوفو سنو والاخر كيفاش خرجتلي هنا شمختي دياباك بشوية زيت باش يسهل علي عملية تشكيل الكوريات التوعي هنا نسقهم بارك ونشكلهم كوريات هكذا باش نعود نحلهم ونحشيهم بشوكولة تغطيني هنا دات نوتيلا بصح كل واحد يدير كي ما يحب ولا تحبوا دي كاريات دو شوكولة ولا مكان لهجا شوكولة اللي ما يحبش ما يديرش ولا يحب لا كونفيتو يقدر يدير لا كونفيتو من الداخل كل واحد والذوق التعوي هنا دات نوتيلا البلو كلاسيك نشكلهم هكذا ونديرهم نفسني وتعوي نخليهم يخمروا للمرة ثانية حتى يتضعف الحجم تحو موسيقى 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 جبت صفار بيضاء مع شو يحلي بدهن تقال وجهتهم نديرهم يطيبوا على 180 درجة حتى نشوفهم تحمروا مليح كما يحب الخاطر ناحيهم هنا بعد ما فتت حوالي 20 دقيقة ناحيتهم شوفوا كيفاش الجلون التحوم ذهب وحمر ما شاء الله والأهم من ذلك الهشاشة والتراوة التحوم جوا مقطنين بزاف هايلي ان شاء الله انتم تجربوهم يعجبوكم وصغرتوا على بال يعجبوا بزاف صغر اللي عندها صغر تنط تشمع على درعيها وديروح على بال 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 يخرج لها هايل ويعجبهم بزاف 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 واللي جربتوا الوصفة ان شاء الله انتم تجربوكم وتاكلوها بالصحة ان شاء الله ما تنسو الشات دعمونا بالجام ومتبع بختاج نقوم لكم تلاقا في فيديوهات جاية ان شاء الله ومع السلامة مخلط الوصف مخلط الوصف اشتركوا في القناة